وَلَقَدْ يَثَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ Welcome to I'alim Institute and this is Shaykh Amr Hamdi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. How are you my student? Shaykh Ibrahim Ali. I wish you are fine. And that's inshallah ta'ala your new plan. I'm reciting from Surat At-Tahreem. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. تبتغي مرضات أزواجك. والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعضه. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدلهم أزواجا خيرا منكم. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات فيبات وأبكار. يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا. نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاغ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.